اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويحز في النفس أن تكون زيارات لها دولية ووطنية وكتعيش هذه المشكلة هذا فقط غير على صعيد المدن فما بالك أنه على صعيد البوادي وهذه مناسبة أنه تكربوا أحد المشكلة آخر وهو القرير هذه الأراضي الفلاحي التي يقوم بزرعها الساكنة فكتم تنزعها لبعض يقول أنه نزع غير قانوني لبعض يقول أنه إلا كان نزع من أجل منفع العامة ممكن يتسامع في هذا الأمر ولكن لكان نزع من أجل لوبيات مؤينة فهذا الأمر لن يقبله السيد الوزير شكرا شكرا سيبونير الماء الصالح للشرب بخصوص مدينة العيون أولا الماء الصالح للشرب هذا واحد من الإشكالات اليوم المطروحة أمام هذه الحكومة لأنه للأسف ربعا ديال السنوات المتتالية والأمطار التي تعرفها المملكة دائما أقل من المجتوى فالحكومة تواصل العمل على دعم مجموعة من الأحواض عبر جلب المياه من أحواض أخرى بالإضافة إلى مجهود كبير يرتبط بالتحلية إلى غير ذلك العيون راه في القريب العاجل سوف يتم تشغيل لوحدة جديدة كان من المفترض أنها تشتغل هذا الشهر ففي القريب العاجل سوف يتم تشغيلها وسوف تجيب على حاجيات مهمة دار البيضاء المحطة طلب العروض تم إطلاقه الدخل في المسار الصحيح سيديفن إن شاء الله في نهاية السنة لمشة الأمور على ما يرم وطبعا طلب الله سبحانه وتعالى أنه يغيطنا وطبعا لا بد من تحسيس بأهمية الماء لأن الماء بالفعل هو يعني مهم جدا وحيوي الموضوع الثاني اللي طرحتي لي السؤال لم تتم مناقشته في مجلس الحكومة عيد مبارك سعيد والسلام عليكم الله يعانكم السلامة مرسي بكم اشتركوا في القناة